هاي كيف قونت؟ بلتكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عامة هالقراءة رح تتحدث عن برج القول كيفية الأحوال العاطفية لأئلك ولا الشريك وكذلك رح تحدث عن الأحوال العامة رح تحدث كذلك حتى عن العزيب رح تشو شو بخبئ لهم هذا الشهر وهذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة كثيرة خاصة عن إذا تكلمنا عن الوضع العاطفي بالنسبة لإلك يا برج القوس عم شوفك كأنه عندك أمال لتحقيق هدف أسماء ممكن كأنه عندك مثلا هدف إنه تسافر إنه تجور العالم عندك هيدا الحلم عم شوفك كأنه صار لك خسارة أو صار لك خيبة أمال كأنه عم تحس إنه هذا الحلم شي شوي صعب إنه تحققه أوكي أو في شي أو في شخص أو في شي يحول بينك وبين تحقيق أحلمك عمتا برج القوس الشخص بيحب الحرية بيحب السفر بيحب الاكتشاف فهيك أنا عم شوفك بحسك أنه أنت بدك تكتشف شي معين وعم شوف في شي يقف أمام هذا الحلم أو ممكن بدك أنه تبدأ مشروع تبدأ شغل تبدأ شي يعني أنا عم شوفك شي تريده بشدة نبحث عليه وعم شوفك حتى أنه عم تدعي الله لتحقيق هذا الحلم عم شوفه بالنسبة للشريك عم شوفه وعم يفكر فيك هذا الإنسان بحبك ممكن أنتو مبتعدين عن بعض لأنه عم شوف في طاقة الابتعاد عم شوفه وعم شوفه للشريك خاصة الشريك عم شوفه وعم يفكر فيك عم يفكر بهذا الحب وبهذه الطاقة الحب التي كانت بينتكن وعم شوفه كذلك على أنه هذا الإنسان ممكن على الكلام شوي جارح بالنسبة للعلاكة أو ممكن كان في نوع من الكبر أكتر بهذه القراءة أو تكبر عليك ممكن كان عم يتعامل معك بشكل غير طيب يا برج القوس عم شوفه كذلك هذا الإنسان يفتقد السعادة من دونك هذا الإنسان أنه سعيد أبدا لأنه عم يحس أن حياته ليست سعيدة لأنه لا يعيش أو لا يكون معك بالنسبة لك عم شوفك مدمر القلب عم شوفك كأنه تتجه أكثر إلى المضي قدما بحياتك ومستقبلك بأشيائك الحياتية وتبتعد عن هذا الإنسان عم شوفك كذلك ممكن تريد أو تتمنى دائما عم تعمل عم تعمل أو ممكن عم دائما عم تراقب تليفوناك هل تصل فيك هل بعت لك مساج بتسأل عنه ممكن عم تراقب لهذا الشخص بس عم شوفه ممكن منزوي وما عم يعمل ولا خطوة بالنسبة له الأمر ممكن للبعض منكن سبب الخلاف كان ممكن الشك ورغيرة ولبعض منكن كذلك كان فيه مثلا الشريك طلب منكن علاقة جسدية وانتوا رفضوا هذا الأمر عم شوف كذلك على أنه ممكن للبعض يكون هذا الإنسان حسيتوه شوي نوعا ما صبياني يعني معاملته معكم كانت صبيانية ما كان بنفس المقام اللي أنتوا كنتوا حطينه عم شوف كذلك على أنه كل واحد قاعد ببيضه قاعد يهتم بأموره الخاصة عم شوف كن مبتعدين عن بعض بس عم شوفه هو يريد الرجعة أو يريد بداية جديدة يسعى فيها إلى الاستقرار أكثر عم شوفك يا برج القوس أكثر عم تهتم لعائلتك لاهتمامك بالشكلك أكثر عم تهتم لعملك وأهدافك كأنه أهدافك صارت هي الأولوية بحياتك بالنسبة كذلك لنيتك عم شوفك كأنه تريد أن يضوق هذا الإنسان نفس الذي ضقته بعد ما هجرك أما هو عم شوفه يريد أن تتصلح الأمور ويرجع هذا الإنسان لحياته لحياتك بس عم شوفه هذا الإنسان ما قادر ياخد خطوة ما عامل مؤادر ياخد خطوة تجاه الإصلاح عم شوفه يظهر أنه محتفظ بمشاعره محتفظ بالأشياء التي تقصه ولا يبوح بها لأحد ممكن ما رح يعمل خطوة بشهر يونيو إذا أنتم بتعيدين عن بعض بس عم شوفه أكثر رح يفكر فيك رح يضلي راقبك من بعيد هيد الطاقة اللي أنا عم شوفه يتجه إليها عم شوف كذلك حتى أنه الوضع المستقبلي رح يضل فيه هذا النوع من الكبر أكثر أو الابتعاد عن بعض عم شوفه عم يعمل بلوك أو أنت كذلك عامل بلوك ما عم تحكي مع هذا الإنسان عم شوف كون شوي هيك في نوع من الكبر بالعلاقة ممكن تتعامل أنت يا برج القوس مع برج السبطان أو تتعامل مع برج الأسد عم شوف كذلك الأبراج الترابية والهوائية بامتياز الهوائية عم تظهر بامتياز عم شوف كذلك ممكن تتعامل أنت مع برج الثور كمين هون عم شوفه كنصيحي على أنه بيقلك أعمل يعني كتير مجهود عشان تنجح هذه العلاقة لأنه بيقلك أعبم الحب وأجمل الحب يتطلب خطوات مشان تنجحوك عشان بيقلك أنه يعني ما تفكر أنه العلاقة حتى لو كان فيها حب رح تنجح لازم تعمل مجهود يعني أنتو الاثنين عشان تطوروا هذه العلاقة إذا كنتو تريدون الرجعة وإصلاح الأمور عم شوف كذلك على أنه في عزيمة هذا الإنسان عنده رغبة ملحة أن يكون معك أن يكون بجنبك بس ممكن ما ما عم يعمل خطوة لهيك بيقلك أنه أحلامك أو هيدا مسج أكتر للشريك أنه الأحلام تحتاج لشيء فعلي يعني ما رح مثلا تطلق أنه تفكر بهذا الإنسان وتقول ليش ما عم يحكي معي لازم تعمل خطوة لإرجاع هذا الإنسان كمين هيد الكارت ممكن أنا ممكن أحكي فيه على أنه إذا عندك إحلام يا برج القوس فمجرد التفكير بالأحلام لن يصنع أو رح يجعله حقيقية لازم أنت تعمل شيء فعلي عشان تتحقق هذه الأحلام أوكي بالنسبة للعزيم عم شوف أنه عم شوفون أكثر ممكن عم شوفون يتواصلون على الأنترنت أو عندنا عدة علاقات عم شوفون كأنه صار عندهم عدم راغبة بالعلاقات كانوا عم شوفوا أنه العلاقة الكل عم يتسلى فنتسلى كمين إحنا عم شوفون راغبتهم بالحرية صارت أكبر عم شوفون يلتجؤون إلى الحرية بصفك كبرى عم شوفون ممكن كان عندهم راغبة أنه يكون في زواج بس الأمور دائما كانت عم تمشي بشكل عكسي حتى صار عندهم حتى هني صاروا يعني شوي هيك العوين متل العالم اللي صار هلأ كله يتلاعب الآخر بالنسبة للطاقة العامة عم شوف على أنه أوكي عم شوفك أكتر تحتم ل عم تتذكر الذكريات أكثر عم شوفك تحتم أكتر بالذكريات والطاقة تبع الماضي عم شوفك تريد أشياء ممكن عندك راغبة أنه تجني مال بس ممكن يعقس جدا أو ما عندك طاقة أو عندك باور أنه يعني تعمل مجهود بهذا الموضوع عم شوف يعني يدوب عم تركز أو يدوب عم توازن بين أمورك الحياتية عم شوف أنه عندك طاقية كتير كبيرة أو عندك تجاه كبير تجاه علاقات الحب عم شوفها كأنه بطل تفكر بهذا الإنسان بطل تفكر هل بعث المسجد هل تكلم معي هل يريد يعني وتسأل هذة الأسئلة وممكن للبعض ممكن بيتفرجوا دائماً أو عم يشاهدوا دائماً الفيديوهات تبع التاروت ودائماً يتساءلوا هل هذا الإنسان يحكي معي أم لا؟ بس ما عم شوفي خطوة تجاه تحقيق أحلامك المادية ولا تحقيق أحلامك العطفية أوكي؟ عم شوفك حائر تجاه أحلامك حخصةً إذا كان عندك يعني رغبة بتحقيق مشروع مادي فأنا عم شوفك عم تتخبط بالأمر عم شوف الأمر غير ناجح بدك أنه كانه تحصل معجزة لتغيير الأمر بيقلك إذا عندك مثلاً مشروع إذا عندك مشروع أصحاب برج القوس وهذا المشروع منه ناجح فحاول أنه تعمله إشهارات على الانترنت على السوشال ميديا على الانستجرام على الفيسبوك أي شيء ممكن يعمل لك إشهار لهذا المشروع كمين عم شوف بيقلك أنه حاول أنه تنتبه من أشخاص ممكن على الانترنت ممكن يكونوا أشخاص خادعين أشخاص متلعبين وممكن هاد الناس تتلاعب أو ممكن هاد الناس تريد سرقة مالك أو عمل شيء غير جيد بالنسبة لرج القوس اهتم أكثر بالعمال والنجاح المادية بالرج القوس حاول إذا أنت ما عم تشوف أنه الوضع العملي بالجيد فاستشير شخص جيد جداً لأنه عم شوف كأنه إذا أنت مثلاً استشرت شخص خبير بموضوع العمل والعلاقات ممكن يواجهك بشكل جيد نحو النجاح بالنسبة للصحة أمشوفكن شوي اهتموا بالأعيون ممكن تكترت المشاهدة الفيديوية والمشاهدتكن للتليفون ولا التليفزيون عم متأثر بعيونكن انتبهوا شوي على الظهر اهتموا أكثر اهتموا أكثر اهتموا أكثر واتجهوا أكثر للصلاة والتعبد اهتموا أكثر بالجانب الروحاني اهتموا أكثر للجانب اهتموا بنفسكن أكثر عم شوف أنه الطاقة تقول أو تقول دائماً للك انه اهتم أو أعمل خطوات أو أعمل خطة ممنهجة لاتباع أو حصول على ماذا تريد بيقلك أنه لازم تتبع خريطة أو تتبع خطة محكمة عشان تحصل على ماذا تريد هدا كل شي كان بالنسبة لبرج القوس أتمنى لك كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوارب لقناتي وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر